طلاب هسه رح اشرح طريقة الاي لحال مثال صفحة 35 طبعا هنا هو منطيني هنا لهيوريستيك او الكوست كلها اصفار فاذا هنا الكلفة اذا ثبتتها عن نوت رح اثبتها كلها اصفار بهالحالة طريقة الاي لازم اقسم كل مرحلة او من الستارت ابدى اقسم لفل 0 و لفل 1 و لفل 2 اقسم لفل 2 الى نهاية 3 هنا الستارت هي الاس و القول هي الجي فاذا هنا هذا رح يكون لفل 0 ال a وال b ابناء الاس اذا هذا لفل 1 ال c وال d ابناء ال b اذا هذا لفل 3 لفل 2 عفوا لان 0 1 2 يبقى الجي ال g اذا بالحال اخذنا ابن ال a فرح يكون لفل 2 اما اذا اجى بالحال ابن ال b يعني ابناء ال d وال c رح يصير اذا لفل 3 شلون طلاب احسبوا اذا من ال s هذا لفل 1 هذا لفل 2 اذا من ال a s a g اذا من ال b رح يصير 1 2 3 هنا ايضا 1 2 3 فاذا رح يصير لفل 3 0 1 2 3 نبدي بالحال طلاب الحال رح يكون من ال start طبعا الطريقة اذكركم بها انو انا رح اضيف قيمة ال level الى كلفة النود بما انو ال s قيمتها 0 زائت صفر قيمة ال level الى كلفة النود رح اضيفها فاذا رح اضل 0 لان صفر زائت صفر صفر فاذا ال s 0 هل ال s بالبداية طبعا ال close فارغة هل ال s هو ال goal لا اذا يخرج ال s بال close وتدخل ابناءه طبعا ابناءه شو رح ارتبهم ارتبهم ترتيب تصاعدي حسب الكلفة من الصغير الكبير بعد اضافة قيمة ال level الى كلفة النود فاذا اهنا الايو اللي بيجغز صارت كلفتهم اثنيناتهم اصفار ضفنا لهم واحد فاذا اثنيناتهم صاروا واحد ضفنا لهم واحد اللي هي ال level 1 اذا من خرجة ال s دخلوا ابناءها اللي هما ال b وال a ماكو هنا ابن ايسر وايمن اكو حسب الكلفة بما انه هنانا الكلفة متساوية اثنيناتهم b1 a1 اذا يدخل الابن الايسر اولا b1 a1 لان اعني مذاكر اريد ترتيب ايب جديد اذا ابن الايسر هو اللي يرجح بالحل فاذا b1 a1 هل ال b هو ال goal لا اذا يخرج ال b بالاكلوز و ال s وتدخل ابناء منه ابناء ال b ابناء ال b هما d وال c ال d وال c ايضا قيمهم اصفار فاذا نضيفهم اثنين صاروا اثنيناتهم اثنين فاذا ال a1 بما انه اصغر كلفة يبقى اذا ال d ال b راح اصير 2 وال c 2 ليش الايوان يا الله ال d وال c مو لانه موجود اصلا لا لان كلفة اقل واحد اثنين زين ليش تدي قبل c لان ال ابن الايسر اولا اوكي هل الايوان هو ال goal لا اذا يخرج بالاكلوز و تدخل ابناء منه ابناء الايوان جي اوكي الجيهنج قيمته بالنسبة لل a لانه راح اخذه هنا ابن الاي راح يصير 2 راح اخذه ابن الاي إذا يصير 2 فاذا قيمة الجيهنج صفر وهنا بالنسبة لاي هو لفول 2 فاضيف لاثنين راح يصير 2 زين لو احنا مثلا هنا ما اخذنا ابن الاي اخذنا من ال d او سي راح يصير 3 بس هنانه احنا رح ناخذ ابن الاي اذا رح يصير 2 بما انه هو الجي 2 صار وعندي دي 2 سي 2 فالموجود اولا دي 2 سي 2 ثم الجي 2 ليش مضفته لليسار لان اصلا الدي والسي موجودة هم كلهم نفس القيام فاذا يجي باخر القائمة هل الدي 2 هو القول لا اذا يخرج الدي بالكلوز ويدخل ابناء من هو ابناء الدي 2 ابناء الدي 2 هو الجي شوفوا طلاب هنا الجي رح اخذ ثلاثة ليش لان هنا ناجه هو ابن الدي بلفول 3 يعتبر من هالجه يعتبر لفول 3 فاذا رح يصير سي 2 موجودة والجي 2 موجود عفوا سي 2 جي 2 واذا جي 3 يصير اكتبه لا ما يصير اصلا ما يصير اذكره هنا اولا اكتبه بالقائمة ليش ما يصير لان عندي نفس النوت باقل قيمة فاذا يبقى جي 2 واصلا ما نكتب الجي 3 اوكي نجي نشوف منه ابناء السي 2 افوا هل السي 2 هو القول لا اذا يخرج بالكلوز السي 2 ويدخلون ابناء السي 2 منه ابن السي 2 ايضا جي 3 لان من هالجهة قلنا امن اذا ابناء البي رح يصير لفول 3 اذا جي 3 ايضا خرج السي 2 بقى عندي جي 2 لان اقل من الجي 3 وجي 3 جي 3 ايضا ما اكتبه اصلا ما اذكره بقى عندي شخص خرج سي 3 اهو نعم اذا یا اتوقف اذا یا اتوقف اذا اتوقف سي 2 اذا یا اتوقف وكثبه بالقائع صفر b1 a1 d2 c2 g2 سأli نحساب المسار المسار S وين راح؟ راح للB والB راح للA أفهم المفروض ما أكتب رقم بعدين نحسب المسار والA راح للD والD راح للC والC راح للG عند الانطلاق شقد قيمة مسار الS طبعا صفر من الS للB شقد قطع 2 فإذا أكتبها 2 من الB للA لازم يرجع الطريق مستقيم من الB للS 2 ومن الS للA 5 صاره 7 فإذا قيمة المسار هنا 7 من الA للD من الA راح وين للD نحسب 5 2 7 1 8 من الD راح للC من الD راح للC إذا رجع منها 1 ومنها 2 3 ومن السي راح وين لجي مسار مستقيم 2 أجي أحسبهم أحصل صفر زائد 2 زائد 7 زائد 8 زائد 3 زائد 2 وتطلع قيمتهم 22 قيمة الباث 22 شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك